أكد الرئيس السيسي أهمية تطوير العلاقات بين مصر وموزنبيق في مختلف المجالات وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس موزنبيق أشر رئيس السيسي إلى المصر لديها خبرات جيدة في مجال المشروعات المختلفة من الممكن أن تستفيد منها موزنبيق مؤكدا أن مصر لديها خطة استراتيجية لإقامة بنية أساسية متطورة بكافة المجالات لدينا خبرات جيدة في مجال المشروعات المختلفة في كل المجالات لأن مصر خلال السبع سنوات أو ثمان سنوات الماضية كان لها خطة استراتيجية كبيرة جدا جدا لإقامة بنية أساسية متطورة في كافة المجال سواء كان في الطاقة أو في النقل المواصلات أو في التعليم في الصحة كل ما هو يخص الدولة بمفهومها الواسع نحن اشتغلنا فيها على مدى وفيه زي ما قلت خمس سلاف شركة تشتغل ولديها قدرات وتستطيع أن تقدم هذه الخبرات إذا كان ده مناسب لدولة موزنبيق لنقل جزء من هذه التجربة في المجالات المختلفة كل الموضوعات اللي ممكن نكلم فيها سواء كانت موضوعات خاصة نعم مصر تقوم الآن ببناء الشركة طولين عرب سد جوليس نيرين في تنزانيا وده سد ضخم جدا وده لدينا الخبرات لعمل أي شيء ممكن يكون فيه فائدة تعود بالنفع على دولة موزنبيق